أغري بورتري شكرا انسي انيس برك الله وفيكم شكرا على الاستضافة عايشك مرحبا بيك ندخل طول في صلب الموضوع كانت تعطينا فكرة على على الفلاحة في ولاية جندوبة نعرف فهم برش عبادكم من من الجنوب ولا من الوسط ولا غيره وما يعرفوش بطلبة الفلاحة في جندوبة شنون نجمو نقولولهم عليها فالول بش نعطو اهم الخصائص بش نسمى الولاية نفع جندوبة باك المساحة الجملية الولاية هي ثلاثة مئة وعشرة الف اكتار اقبل هذية الساعة ولية جندوبة هي موجودة في الشمال الغربي لتونس المساحة الصارحة في لاحة هي ثلاثة مئة وتسعة وتسعة وثنين الف اكتار موزع اللي عنا الاراضي الفلاحية المحترطة مئة وسبعين الف اكتار غابط الزيتين تلاثين الف وثلاثة مئة واربعة وثمين الف اكتار فيها ثلاثة مليون اصل وزيتون زرعات الكبرى قرابط الاملية واربع عشرين الف اكتار منها 86000 اكتار حبوب بالنسبة للخضروات 33000 اكتار المناطق السقوية 39.3000 اكتار الاراضي الدولية الكلاحية المتواجدة بالولاية 11.000 اكتار بالنسبة للغضات والمراعي 130.700 اكتار الموردة المائية الهامة وهي قابلة 662.200 مليون متر مقعد بالنسبة للتروة السمكية تقدر بحوالي مئة وستين طن سنويا. بالنسبة للقطيع بتاع تربيت الماشية بالولاية. عنا بالنسبة للأبقار المؤسلة خمسة وعشرين الف رأس. بالنسبة للشركة والمحلة اربعة وثلاثين وخمسمية. اربعة وثلاثين الف وخمسمية. بالنسبة الاغلام بيتين الف رأس. الماعس خمسة وسبعين الف رأس. بالنسبة للأجبيح للنحل ستاش ملف جبهة. آآ تقدر ستمية ستاشلين طن وبطاقة خزن جملية تقدر بألف وخمسة وتسعين طن. عدد ما خزن تبريد بالجهة سمنتاش آآ مخزن آآ بطاقة جملية تقدر باحدش نلف وخمسمية وتسعين طن. معدل الاستثمارات الفلاحية بولاية جندوبة خلال الخمسة سنوات الفارطة وخمسة وعشرين مليون دينار بمنح حوالي سبعة مليون دينار. لش نعطي نسبة المساهمة بتاع الانتاج ولاية جندوبة بالنسبة الانتاج الوطني الفلاحي. عنا بالنسبة لمادة البطاطا يمثل اتناش بالمية بالنسبة لمادة الحبوء اربعتاش بالمية. اللحوم الحمراء اتناش بالمية. مادة الحليب اتناش بالمية. القوارث ثلاثة بالمية. الاسماك واحد بالمية. انتاج الزيتون اتنين بالمية. ومن خمسين الى تسعين بالمية في المنتجات الغبية. تبركر لها. هاي تبركر لها نشترى معناه اه متنوعة في ولاية اه جندوبة. متنوعة وجندوبة بالاساس هي فلاحية. لكن نجد فيها مختلف القطاعات. اي حبيت نسل تاوك مهد للسويل الثاني تاو نعرفه اه فيها عدة قطاعات وولاية فلاحية بامتياز كيفاش اثرت عليكم تاو نعرفه احنا بداية الموسم الخريف كان اه جاف في تونس واربعة سنوات جافاف كيفاش اثر هدايا على الانتلاق متاع الموسم الجديد. بالنسبة للانتلاق خاصة بالنسبة للزراعات الكبرى من سبتمبر بدأ بطريقة ما انت ضعيفة جدا ما انت لخطر مثل مااش كميات اه من امطاء اللي بش تشجع الفلاح بش يكمل الحرافة متاعه وبش يعمل البدر خاصة بالنسبة للأعلاف لان هي ديما تفقى قبل الحبوب. اه لكن بعد تاوه في اه نوفمبر خلال الاخر جمعة نوفمبر بتشجيل كميات مهمة شوية من الامطاع حسين المساق نزيد مع انتها. توقي الحرافة مع انتها الفلاحة قاموا بالحرافة وتم حتى البدر وصلحته قرابة العشرة بالمية مع انتها من المبرمج. اي ما ما هي بقى شوية. دولي البدر يدولي شوية طوه احنا نجمع لولا متاع ديسمبر. اذا ان شاء الله يزيدي. ها يتفاضل. هو هو وخر في انيس لانه الشيح اصلا حتى كي بش يحرفها. معناتها بش زيدي تشيح اكثر. تم برشة فلاحة اللي كانت متخوفة حتى اقتنات المستلزمات وخاصة البذور وخلاتها وهي متخوفة لانه عم ناول هو سنة مجح. طيب الفلاح ولا متخوف من انه يزرع معنى. وبالنسبة للنشطة الاخرى نعرف طوى مشاكل فما يمكن حتى للخضروات اه اه لجدار المصمرة كيفش اثر عليها الجفافة دي. احنا بالنسبة لنا بالنسبة للشح المائي والانحباس انتا الانطار. وخاصة معنى انتا النسب انتا المخزون المائي بالسدود. معنى انتا ضعف برشة. طوى بالنسبة لين احنا اهم السدود اللي هي بوهرتمة وملاك اللي احنا معنى في معنى اللي هما اكثر اه ناخذوا منهم الماء معنى لنخذ رواية خاصة لنا والكل. نلقوا سبعطعش فاصل واحد بالمياه دو نسبة البوهرتمة. ونلقوا حديش فاصل ثلاثة بالمياه بنسبة الملاك. وزيد بالرغم اللي مثلا للوزارة اعطات الاذن صفة استثنائية على انه احداث الابار العميقة داخل المناطق السقوية العمومية. وتوى كل اه جمعة فما اجتماعات تاقة ولجنة وقاعدين على الاقل يزيدوا في في الكميات متاع الماء معنى بش ينجموا معنى يحافظوا على الاقل حتى على الزراعات اللي هي متواجدة وانستالية معنى موجود. من اه اجار مصمرة ومن حتى الاعلاف بالنسبة للتربية الماشية ومن حتى الحبوب باش نحاولوا على الاقل ما انه انه نحافظوا على بعض الانتاج معنى من الحبوب. ان شاء الله رب يرحمنا. انا نكمل معاكم بسؤال الاخير. وكانت عتينا فكرة احنا كما قلنا اه في التقديم تعل حسها غدوة اليوم العالمي للتربة اه تحت شعار تربة في في دورة المياه. كانت عتينا فكرة حول المشاريع المحافظة على المياه والتربة في ليت اه جندوبة. والله اهم مشاريع عنا عنا بالنسبة للمشروع الولاني هو بروسول. ايه هذي بشي كوننا بش نحكيو عليه بعد اه الاخبار ان شاء الله معانا زو الضيوف بشي حكيونا بالتفاصيل على بروسول ايه واسل فضل. هو اه هو مشروع حماية وايعاد تأهيل التربة المدهورة في تول. معاش تحب نعتيك الاهداف متاعه. لا مسيح شابش قد مولو خيانة ما حكيدي بصفة عامة المشاريع الكل وسعنت. احنا بالنسبة لنا المشروع هذي بالذات معنا مثلا. احنا بجعل شيء موضي حتى كقسم ارشاد داخلين لانه تم خليط الارشاد الفلاحي في اه لبراني لانه هو يمس اه اه زوز عمادات اللي هي غزيلة وبنعابة. اه تم زيبة اتفاقية ما بين المشروع ما بين الجيزاد وما بين البرصال وما بين الانجسين المعهد الوطني الزراعات الكبرى اللي فيها برشة تحسيس وبرشة للفلاحة خاصة بالنسبة لعقلنت التسميد بالنسبة للممارسات الجيدة كيبالنسبة للتجييرة ذاك حكيت الزيتون واللوت فما معنتها اصير طوع المحافظة وتحليل التربة باشا يعرف كيفاش يخط مع ظلان الاسم دا والكلو وينجي منقص حتى من كلفة الامتاج متاعه. وبالنسبة المشاريع متاعكم العادية نعرف فما برشة اشغال متاع مع محافظة على المياه والتربة مثلا في الفين اثنين وعشرين والالفين ثلاثة وعشرين شنو اللي عملتوا بالضبط في ليت جندوب؟ بالنسبة للاحظة واحدة شيئاني؟ المثال بسورة عامة ما غيره ندخل في التفاصيل نحبه ناخده فكرة فقط. ذاك فهما بالنسبة لهم تم تهيئة المصابات تم سيانة وتعاهد جراسية المنشآت فما انجاز الاشرطة الحجارية فما عديد الاشغال اللي يقوم بها دائرة المحافظة على المياه والتربة معناها. خاصة مع مثلا جهر الاودية عنا زده اه. واضح. مثلا كل ما يخص المحافظة على المياه والتربة كل ما هي اشغاله كل ما هو البرامج الوطنية الكلها قاعدين يقوموا بيها على احسن وجه عنده. اه. في الولايات. يعطيك صحة السيدة موفيدة شاوش اه رئيس قسم الرشاد والنهوض بالانتاج فيلاحي. بالمن دبيا جاوية تانية فيلاحية بجندوبة. يعطيك صحة لكل هال معطيات اللي اعطيت هنا. احنا بش نربطوا مع الموضوع متع المحافظة على المياه والتربة. اه في اغري فوكيوس اه مباشرة بش نقدموا ندارة عامة للتهية والمحافظة على الاراضي الفلاحية.